بدلا من رعاية مشاريع ترفع عنهم الأثر النفسية للحرب تعتقلهم وتغيبهم وتمنع ذويهم من زيارتهم هكذا تعامل الحكومة أطفالا وشابهم مخبر سري في الموصل خاصة والعراق عامة منظمة هيومان رايتس ووتش أكدت تعرض نحو 1500 طفل معتقل في السجون الحكومية بتهم الانتماء لتنظيم الدولة للتعذيب البشع وهذا ما أشارت إليه شهادات أولياء الأطفال المعتقلين من أهالي الموصل أخذوا من عندنا سبعة وأثر التعذيب أنا لقيته بعد تغريبين سبعة شهر سبعة شهر أو ثمانة شهر يالله واجحته إثر التعذيب برجلي هيومان رايتس ووتش أكدت أيضا أن الأطفال حكم عليهم بالسجن بعد محاكمات متهورة وغير عادلة بغض النظر عما إذا كان لهم علاقة بتنظيم الدولة قاضي ردنا منه كتاب يقول هذول عندهم اعتراف أنا من الناس وجفت عنده قتلوا ابني من الشتل والتعذيب اعتراف الحكومة في العراق وكعادتها نفت تقرير هيومان رايتس ووتش عبر المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معا الذي قال إن الأطفال يتلقون الأدوية والمواد الغذائية والملابس في السجن وإنهم لا يخضعون لأي تحقيق إلا أن شهادات الأطفال المعتقلين والتي نقلها عنهم أوليائهم تعكس حجم الأذى الذي يتعرض له أبنائهم خلال التحقيق قال الله ما محطوني بغرفة قال بغرفة صاندات قال مدادين على ظهرنا ما عرفت ضربة من تجيني على راسي على ظهري على رجلييني قال ضرب تشتل اشبعونا تشتل يقول اللي يلقحونا لقح بس تجني رجعونا اعترفوا ابصم يلقوا لقل ما أنا ما أبصم لقحب صماني ما أمسوي شيء وقال ما اعترفتاني ما اعترفتاني ما اعترفتاني قال أبوي اعترف أبوي ما تحمل التعذيب قال كسر واسنيونه تشتلوه على قوب البنكة قال من كتوفه خلع وكتوفه هذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها المنظمات الحقوقية الدولية عن إقدام الحكومات في العراق على اعتقال الأطفال بحجة الإرهاب حتى أضحى نهجا حكوميا ثابتا يهدد واقع الطفولة في البلاد المهددة أصلا بالضياع والحرمان من الحقوق